والغرابة كل الغرابة والغرابة كل الغرابة ونحن نتابع ردود الفعل إزاء قرارات محكمة العدل الأوروبية أن نسمع أصوات دول أعضاء في هذه الحيئة تحاول إقناعنا بأن الصفقات التجارية تعلو ولا يعلى عليها حين يتعلق الأمر بالصحراء الغربية ولأدهى أن كل هذه الاختلاقات والبداء القانونية يتم التبرير لها بالعلاقة الاستراتيجية مع المبنكة المغربية وبالمصالح وبالمصالح القائمة مع هذا البلد وبالأطماع المتعاظمة في افتراسي خيرات وثروات الصحراء الغربية في حين أننا نتحدث عن دول نصبت نفسها حارصة لمبادئ دولة الحق والقانون وتظاهرت بأشد التمسك بالصرعية الدولية وزعمت أنها من ألدي المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان وزمان إذا متابعين كما سمعتم كما سمعتم ما سنسميه هذا؟ بكاء عويل صراخ لطم صياح أو لكل هذه المصطلحات سنجمعوها في دقة ونعطيوها لأحمد عطاف وزارة الخارجية الجزائري فكما سمعتم متابعين كما سمعتم هذا الفيديو وهديه للبوص بعلم كل الغبي لإسحاب له بأنه محققوش انتصار ضد المغرب فيما يتعلق بالمحكمة الأوروبية ها هو عطاف يعترف بعظمة لسانه بأن الدول الأوروبية ترفض القرار عطاف يعترف بعظمة لسانه بأن الدول الأوروبية ترفض القرار وما كنت تكلموش أنه لا دول هامشية في أوروبا ولا دول مكروسكوبية لا 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 كنت حتول إسبانيا فرنسا بلجيكا هولندا إيطاليا إيطاليا وما أدركوا ما إيطاليا لك تأخذ الغاز شبه مجاني من الحضارات الجزائر وهذه اللي لم تترطأ لا لأحمد عطاف ولا لنظام حضارات الجزائر كيف شئ إيطاليا إيطاليا دارت بيان كتقول بأننا ندعم الشاركة مع المغرب ونرفض القرار هذه المحكمة العدل الأوروبية والأكثر من ذلك أكبر موقف داعي من المغرب كان من إيطاليا تخيلوا معي إيطاليا التي تأخذ الغاز من حضارات الجزائر وكانوا يعولوا على أن إيطاليا ستعطيش موقف من مرتزقة البوليزاريو هي أكبر دولة عبرت على واحد الموقف مخالف نوعا ما للدول الأخرى وأكبر دعما للمغرب أكثر من ذلك إيطاليا قالت بأن وزير خارجي ديالا سوف يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات مع المغرب ولزيادة هذه الشراكة هذه إيطاليا يعطاف إيطاليا التي تجربة عندها في الكلاب هاكم الغاز قلوا لنا شيئا على تقرير المصري على البوليزاريو ولو مغتقل لكم ولو إيطاليا إذا دول أخرى بطبيعة الحال فينلندا خارجي سبيان هنغاريا خارجي سبيان هولندا تكلمنا عليها على مقادول برتوغيل ألمانيا دول عديدة 20 دولة أوروبية خارجي سبيان 20 دولة أوروبية يا عطاف وشد 20 دولة أوروبية كاملين ما كيفهموش انتلكتهم وشد 20 دولة أوروبية ونحن لا يفهم Stre ولا هزم بلجيكا برتوغيل من فرنبا يا لاطيف يا لاطيف ولم تظهر هذين لا يفهمột كل شيء خارجيات خارجي هل يقولون نستغربوا استغراباً شديداً كيف نستغربوا يوم سخط الوليد؟ هذه الدول الأوروبية المعنيين بالموضوع هم المعنيين بالأمر يقولون بأن هذه الحكمة المحكمة العدل الأوروبية تتخلشيش في شبهات فساد وهذه المسألات كل ما عليها بوريطا قال لك يودي هذه الحكمة بدأك القرار حكموا في ربعة في استخرج وتقعود حكموا في ربعة في الشهر في استخرج وتقعود كيف؟ يومي قبل تقعود يخرجوا فيه مثل هذا القرار عجيب والدول الأوروبية خرجت ورفضت هذا القرار ودعمت المغرب هم الذين لم تترطت لهم كيف أن هذه الدول دعمت المغرب خرجت وقالت نحن نتشبت بالشركة الاستراتيجية مع المغرب هذا ما لم تترطت له لا هو أو نظام حضرات الجزائر وردوا كيف يترطت إلى الفيديو وردوا كيف تحك تحك كما نوع من الإستهزاء حينما قال بأن هذه الدول تشبت بالشركة الاستراتيجية مع المغرب هذا ما لم تترطت له من أين الذين تصيروا لهم لم يترطوا لهم أصرف أيضا و أصرف أيضا أرى القاعد والعلم أنه قاعد حدث وإذا كان هذا قاعد مريح وإعطاء الله أنه لا يعرف على مليون دولار وإذا وصلوا إلى هذه اللحظة وإذا وصلوا إلى هذه اللحظة على أساس أنها انتصار دول الأوروبية جمعته وقت دول الأوروبية خرجت اليوم من الجنب بيان تلوي البيان دولة تلوي الدولة تتخرج في البيانات وقد تدعم المغرب وقد ترفض القرارات المحكمة لأوروبية وهذه الدول ليست عبرت على هذا الموقف حباً في المغرب لأنهم يعرفون أن هذه المصلحة مع المغرب هي مصلحة استراتيجية إذا عوروها مع المغرب سيأكلوا العصاب وهذه المسألة جربتها إسبانيا جربتها ألمانيا جربتها هولندا من بين الدول التي كانت لديهم آزمات مع المغرب فرنسا كذلك كانت لديهم آزمات ديبلوماسية مع المغرب جربوا العين الحمرة دينا وردوا أن هذا الطريق لا تتخرج الطريق التي تتخرج هي شراكة استراتيجية مصالح رابح رابح مع المغرب عادتك سعادة وبدأتك إعتار في مغربية الصحراء نزلوا النفذين من الأرض على ذلك الآن خرجوا هذه الدول التي يدعمون المغرب لأنهم خالفين على مصالحهم مع المغرب وعرفوا أنهم لم يكن لديهم مصلحة مع حضارة الجزائر لأنهم لم يكن لديهم العجاج وصلنا إلى هذه المرحلة غير هكاك وصلنا إلى هذه المرحلة بمراحل بمجهود ديبلوماسي ومجهود اقتصادي لم يكن لدينا الدول الأوروبية تخرج بيانات لتدافع علينا ليس غير هكاك خدمنا لكي نصل إلى هذه المرحلة لكي أن محكمة العدل تخرج قرار والدول الأوروبية تنطاف ضده دفاعاً على المغرب لم يكن لدينا وقعت هذه المسألة لا، خدمناها خدمناها للمستوى الاقتصادية رفعنا مصادرات إلى أوروبا خدمناها للمستوى الديبلوماسي الديبلوماسي المغربية قامت بمجهود جيد جبار بإشراف جلالة الملك محمد السادس خدمناها على أرضية مشاركة بيننا وبين الدول الأوروبية مصالح رابح رابح خدمنا على الكثير من الأمور فاشل المغرب كان خدمت ثم قلت تنبحوه فاشل المغرب كان خدمت ثم قلت تنبحوه قال بيغاسوس قال المروكونجيت قال هدرالخاوية قال بيغاسوس قال بيغاسوس إذا لم يشيروا لك هذه الحقيقة متابعة على ذلك نرى أحمد تضموه كيف دول الأوروبية خرجت دفع على المغرب لا تسرطاش لهم ذا القادية فبالتالي كل شيء واضح بكاء ونحيب وشكوى وعاويل وصراخ وصياح وذا اندل على شيء فهو يدل على الصعار لعيش النظام حضارات الجزائر بسبب دفاع دول الأوروبية على المغرب لا تسرطاش لهم وهذا دليل أخذ على أن معمركم لا تنجو هذا الظلمان ودول واقع من سبعين الكرام دعونا الأراءة والتعليقات وشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل دائما وأبدا لا غالبا إلى الله عاشة المملكة المغربية الشريكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر